اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شخص واحد قدر ما هي معركة جميع القبائل لشركات في هذا الكفاح المسلح الذي كان ضد الاستعمار الإسباني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعلى حياته عبدكيبرخ الطابية وعلى القناة قصة بالطبع والاستعمار الإسباني وفي القناة هذا الفيلم تصوير لتصوير بعض الحلقات الأولى أو بعض المشاهد الأولى هذا هو الكلام الصحيح المشاهد الأولى كانت تصربت بعض التصوير وبالتالي أطارت وهذا الجهة هذه بالنسبة لي أنا هذا الجهة شي مسألة صحية شي الحاجة الإيجابية أولا لأننا فتحت نقاش حول التاريخ وحاول أحداث التراث إلى أخرى وكان أعطى برضي أن هذه المسألة هذه كالتهية محفز لنا كذلك لماذا؟ لأننا سوف نسهره على هذا الفيلم لكي يكون في حلقات الحلقات مقبولة لدى الجمهور إذن كما قلت هذه الظاهرة هي صحية بالعكس يعني أن الناس أحرار بشي بديوا آراء ديالهم وحنا لسنا ضد التعبير على الرأي وإنما اللي كان نطلب مننا من الناس لكي يساهموا سواء فد الحملة الإعلامية سواء الناس اللي هما الضد أو الناس اللي هما اللي صالح أنهم يلتزموا كلهم بالهدوء والتزموا باللبقة والتزموا بطبيعة الحال يعني ما كان لاش تخسار ديال الهدراء والسبال يعني بقدر ما خلصنا ننطلع شوية بهده بهده بهد النقاش إلى مستوى أعلى باش يكون مطابعة الحال في المستوى ديال المسؤولية ديال الجميع مطابعة الحال السيناريو المكتوب رأى فيه الأحداث تاريخية كتقريبا كموقعات وانه السيناريو مطلع قبل ما يكتب السيناريو يعني دال بأحد دياله ونحن كدالي قدرنا بحث ديالنا وقرنا التالي وكان عارفو دابر الفترة اللي كانت ناولى المسؤولين عارفين الأحداث دياله بشكل يعني تقريبا بشكل دقيق وأننا لا يمكننا نخدم واحد السيناريو اللي يقدر يحرف أو اللي يزور أو اللي يغير في الحقيقة لأن هذا هذه مسؤولية كبيرة ونحن أهل المنطقار كي يهمنا أنه نعرفوا الحقيقة ونوريوا هذه الحقيقة المتفرج هذا هو اللي الأساسي التصوير الأفلام التاريخية هي في حقيقة مسألة شوية يعني كتطلب من جهود كبير كتطلب تدقيق وكتطلب واحد العناية لأنه سيغطوا على مستوى الضكورات على مستوى الملابيس لزاكسيسوار يعني ملامح شخصيات كل هذه الشيرة كي يتطلب واحد النوع دياله حيطي لا بغيت نقول ونوع ديال المراقبة من أجل يعني تكون يعني يعني الحلة ديال العمال متطابقة وقاربة جدا للفترة التاريخية التي يتم ويعكسها من خلال هاد الفيلم من حق أي واحد ينتقد من حق أي واحد يلاحظ من حق أي واحد يبدأ بالرأي دياله في بعض المسائل ولكن بالنسبة للآراء المتعلقة المضمون اللي كي يشكو اللي عندهم اليقين بلي أنه كين تظوير هذا اللي ما فهمتوش أنا كيفاش ولكن ولكن أنا كنقول بلي أنه الإنسان دار مجهود كبير باش يبين التاريخ ديالنا ديال المنطقة ديالنا للعالم وهذا المجهود هذا راه ها راه ها خصص الإنسان يعني يتشجع يتشجع ليه ماشي أنه يعرضه وبالخصوص أنه بزاف ديال تعليق وزاف ديال اسمي كلها مغلطات ومزايدات اللي غادي تبان الحقيقة ديالها من يتخرج للفيلم للعلان وكل واحد غا يعرف بلي أنه كاعدك الهضراء الأغلبية الهضراء دياله كانت هضراء خاوي يوصف لما نتحدث يعني عن أنوال فإننا نستحضر يعني المعركة الشهيرة التي من خلالها الزعيم وأسد الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي يعني تمكن من أن يسترجع الأراضي التي التي كانت تريد إسبانيا والتي كانت تختصبها إسبانيا يعني تجربتي في فيلم أنوال هذه تجربة لها خصوصية نحن أمام مسؤولية تاريخية نحن أمام مسؤولية وطنية مسؤوليتي أنا كممثل أمام قامة كبيرة جدا أمام هرم أمام كعب عالي في في الوطنية وروح الانتماء لهذه الرقعة من الجغرافية العالمية ألا وهي منطقة الريف المغربي أنا سعيد جدا وأنا تتاح لي هذه الفرصة وهذا أعتبره شرف كبير جدا يعني أن تتاح لي فرصة تجسيد هذه الداكرة المشتركة ما بين كل المغاربة محمد بن عبد الكريم الخطبي هو الداكرة التي تجاوزت حدود المملكة المغربية فكر الرجل وروحه النضالي يعني الآن معروف لدى العالم وليس فقط يعني محليا فأنا لدي مسؤولية كبيرة يعني إحساسي هو مختلط ما بين الفخر السعادة وكذلك التخوف والهوجز التي تسكنني وأنا بصدد تأذيتي بهذا الدور يعني الدور الذي يتطلب مننا أن نكون أمينين وصادقين في أدائنا لأن الرجل عاش العديد من الأحداث المحلية والعالمية الرجل كانت له كلمة كان له رأي وكان طموحه يعني وحدويا يطمح إلى تحرير ليس فقط يعني شعب المنطقة لكن شعوب العالم العربي كان يتوق كي يرى شعوب العالم العربي الإسلامي متحررة من التحكم الإمبريالي الأوروبي كان يطمح أن يراها متوحدة لأنه كان يميل إلى الوحدة إلى وحدة الصف العربي فنتمنى يعني أن يوافقنا الله في أذاء هذه المهمة لأنه فيلم هو في الظاهر فيلم سينمائي لكن في العمق هو ذاكرة هو وثيقة تاريخية تفنان أنا منفتح على الانتقاد لكن الانتقاد لبناء الانتقاد الهادف والانتقاد الذي يخضع لمنطق العقل يعني أن ينتقدوا عملاً نحن لم ننجزه بعد هذا الضرب من ضروب الخيال يعني شاهدوا فيلمنا أولاً وبعدها سيكون لنا حديث كما يقول لذلك المثال العربي لكل حديث حديث يعني نحن لم ننجز الفيلم بعد يعني لأنا ربما سنجي نقول لك صالحنا هذا الضجاه يتسب في مصلحة الفيلم لا لا شخصية عبد الكريم الخطابي لا تحتاج منك إن أعمل لها ضجة أو معروفة في التاريخ ليس للمغرب فقط لكن التاريخ على امتداد المشرق وعلى امتداد العالم أنا كما يقول لك الرجل يعني أفكار التحررية والوحدوية والمقاومة والجهادية يعني وصلت إلى مشارق الأرض وإلى أن طلقت من مغارب الأرض إلى مشارقها فهذه الدرجة يعني لا أساس لها أنا أتفهم ربما تخوف الناس تخوف أبناء المنطقة يقول لك وش هدو يحفظوا على تاريخنا وش هدو يتكروا عدة أشياء أنا قلت لك أنا أصلا حطيتك في الصياق يعني نقول لك إحنا الأحداث تمتد من 1907 إلى حدود 1921 هذا هو الصياق في الميناء السينمائي أنوال والناس اللي يعتبروا نفسهم أنهم عندهم يعني عندهم ارتباط بالقضية وكذا شيء جميل جدا أن نحيد قراءة تاريخنا بشكل مختلف وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قوموا حتى أنتم نحن لنا السابق الآن في القيام بالفيلم الأول المغربي عبد الكريم الخطابي يعني هذا ربما سوف يفتح الأبواب أمام كل الناس اللي عندهم علاقة بهذه القضية وبهذه الفترة من تاريخ بلدنا نوضوا تنتم مادروا أفلام وبينوا لنا وتناولوا العبد الكريم الخطابي من الزوايا التي تريحكم الله سيدي تفضلوا على الله نحن لدينا شيء مشكل وقد نرحبوا بكل التجارب نحن لنا السابق نحن كنا متاظرين بالنسبة ولكن الانتقاد الذي لا يخضع لمنطق العقل هو الانتقاد يبقى غير معلق في السابق في نسبة الفيلم الأجواء تصوير نغمين تصوير نغمين تصوير نغمين تصوير نغمين تصوير أجواء تصوير سبحانين بزاف تفاهم جميع مكونات الإكيب تكنيك أرتيستيك سبحانين بالنسبة بحكم أنه أول فيلم تاريخي بني اسمانيش وذلك ممثلين المغان لا أستطيع ذكر الأسماء الآن لأنه كلهم بإسمي ذلك ممثلين مغان يجن جريبا سبحانين ويجن جريبة غير مسبوقة كي يعرف أنه نصلط الضوء كذلك كمحمد بن عبد كريم الخطابي مغان يجن جريبا يجن جريبا لتصوير 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 بسيط مثل البطولات وشهامة 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 محكمة وشهامة التاريخية وشهامة وشهامة صغير فقط إذا كانت محكمة ونحكمة مغان 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 من كي عام في 1907 أو 1921 لذلك أفهم بشكل لأن أي شخص يتقى من المشاهد يتقى ومن حقهم أزعب برنخ التخوف نسم إنه الفيلم وتريش المستوى ربما ولكن نشكاس بأنه مش ينتق المجهودات كطاقم فني كطاقم تقني كإنتاج كسيناريست كمخرج ننتق المجهود باش أدري الفيلم إن شاء الله مشرف وأدري محترم والسيار الاعتبار يجن الشخصية أسطورية يجب أن نعتز بها مثل الأمير مولاي محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة